اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قلاب الأعزاء نلتقي في الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة لنكمل فيها ما تبقى من سورة القارعة وصلنا إلى قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ألفاء حرف عطح مبني لا نحل له من الإعراض أما حرف شرط غير جازم مبني لا محل له من الإعراض وننبه من الآن أن جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراض ومن هذه الحروف التي للشرط غير الجازم مثل لو لولا وهكذا فحينما نقول فأما حرف شرط غير جازم من ثقلت موازينه بذات جملة جديدة من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إذن إعراض من مبتدأ فأما من ثقلت ثقل فعل ماب مبني على الفتح وحتى حرف للتأنيث لا محل له من الإعراض موازينه الموازين هي التي ثقلت إذن موازينه فاعل مرفوع لمطرفه الضم الظاهر على آخره والهاء ضمير متصل اتصل باسم أم بفعل اتصل باسم وعندنا قاعدة تقول كل ضمير اتصل بالاسم فالضمير مضاف إليه إذن موازينه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية الفاء حرف واقع في جواب الشر لا محل له من الإعراض هو ضمير متصل مبني على الفتح لا محل له من ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ هو في عيشة الراضية هو مبتدأ في عيشة جاروا مجرور شبه جملة خبر في عيشة راضية في عيشة راضية فهي نعت للعيشة ولاحظ أن عيشة مفرد وراضية مفرد وهي مؤمنة وتلك مؤنة مجرورة مجرورة إذن النعت يوافق المنعود في كل شيء لكن لو كانت واحدة معرفة والثانية نكرة لا يجوز أن نقول عنها نعتا إذن النعت يوافق المنعود في كل شيء في التعريف والتذتير والتأنيف وفي الإعراب وهذا السؤال أين خبر من؟ حينما قلنا فأما من؟ قلنا من مبتدأ؟ أين الخبر؟ قد يقول بعض الطلاب أن ثقلة هي الخبر ونقول لا عزيز الطالب لأنه يوجد لدينا قاعدة مهمة تقول جملة الصلة أو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ما معنى هذا المفتاح؟ معنى أن الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب دائما فمن؟ اسم موصول بمعنى الذي؟ فأما الذي فألت موازينه إذن جملة ثقلة من الفعل والفعل لا محل لها من الإعراب يبقى السؤال قائما أين الخبر؟ نقول جملة جواب الشر التي لا محل لها من الإعراب فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية جملة فهو في عيشة الراضية لا محل لها من الإعراب سدت مسد الحبر ثم أحبابي الكرام نكملوا الآية التي تليها وهي نفس الإعراب وبنفس الكيفية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب وأما حرف تفصيل للخطاب وهو حرف شرق غير جازم وأما من خفت موازينه من مبتدى خفت فعله فاعل موازينه هي الفاعل الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه والجملة التي بعد اسم الموصول جونة الصلة لا محل لها من الإعراب وأما من خفت موازينه فأمه ألفاء حرف واقع في جواب الشرق أمه أم مبتدى والهاء ضمير التصل بلسم إذا إعراب مضاف إليه فأمه هاوية هاوية خبر المبتدى وجملة جواب الشرق غير الجازم لا محل لها من الإعراب سدت ما سد الخبر أو أغنت عن الخبر فأمه هاوية وما أدراك ما هي الواو حرف عطف ما اسم استفهام في أول الجملة أدرى أعربها من قبل أنها فعل وفاعل والجملة المكونة من المبتدأ والخبر وما أدراك له جملة ما هي هذه الجملة سدت ما سد المفعول الثاني والثالث وما أدراك ما هي نار حامية فنار هي خبر لمبتدأ معذوف تقديره هي نار حامية إذن نار الخبر لمبتدأ محذوف وحامية نعت مرفوع ولا مطلقيه الضم الظاهرة هذا إعراب سورة القارئ أعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته